إذا علمتم أن المعادلة هي 6 زائد 3W يساوي الجذر التربيعي لـ 2W زائد 12 زائد 2W أوقفوا الفيديو وحاولوا حساب قيمة W وقد يكون هناك أكثر من حل واحد للمعادلة أولاً اطرحوا 2W من طرفي المعادلة ليبقى الجذر فقط في الطرف الأيمن تصبح المعادلة في الطرف الأيسر 6 زائد W لأن 3W ناقص 2W يساوي W وفي الطرف الأيمن اختصروا هذه يتبقى الجذر التربيعي لـ 2W زائد 12 احسبوا مربع طرفي المعادلة للتخلص من الجذر ولكن تذكروا أنه عند حساب مربع طرفي المعادلة الجذرية من الممكن أن يكون أحد الحلول حلاً دخيلاً ستحصلون على الناتج نفسه سواء حسبتم مربع موجب الجذر أو مربع سالب الجذر لأن سالب تربيع يساوي موجب ولكن المعادلتين مختلفتان وعليكم حساب الحلول التي تحقق معادلة الجذر الموجب فقط لذلك يجب أن تتأكدوا أن الحلول تحقق المعادلة الأصلية احسبوا الآن مربع طرفي المعادلة يصبح الطرف الأيسر W تربيع زائد 2 ضرب حاصل ضرب الحدين اثنان ضرب ستة ضرب W ويساوي اثنى عشر W إذن زائد اثنى عشر W زائد ستة تربيع ويساوي ستة وثلاثون ويصبح الطرف الأيمن اثنان W زائد اثنى عشر اطرحوا اثنان W واثنى عشر من الطرفين تصبح المعادلة W تربيع زائد عشر W لأن اثنى عشر W ناقص اثنان W يساوي عشر W ثم ستة وثلاثون ناقص اثنى عشر يساوي زائد 24 يساوي صفر حللوا الطرف الأيسر ما العددان اللذان ناتج جمعهما يساوي عشر وحاصل ضربهما يساوي 24 العددان هما ستة واربعة تصبح المعادلة W زائد أربعة ضرب W زائد ستة يساوي صفر بما أن حاصل ضرب التعبيرين يساوي صفر هذا يعني أن أحدهما أو كليهما يساوي صفر إذن W زائد أربعة يساوي صفر أو W زائد ستة يساوي صفر اطرحوا أربعة من طرفي هذه المعادلة W يساوي سالب أربعة أو اطرحوا ستة من طرفي هذه المعادلة W يساوي سالب ستة تحققوا الآن من هذه الحلول إذا كانت تحقق المعادلة الأصلية وهي ستة زائد ثلاثة W يساوي الجذر التربيعي لإثنان W زائد إثنى عشر زائد إثنان W عودوا عن W بسالب أربعة ستة زائد ثلاثة ضرب سالب أربعة يساوي الجذر التربيعي لإثنان ضرب سالب أربعة زائد إثنى عشر زائد إثنان ضرب سالب أربعة ثلاثة ضرب سالب أربعة يساوي سالب إثنى عشر وإثنان ضرب سالب أربعة يساوي سالب ثمانية وأيضاً سالب ثمانية هنا ستة زائد سالب 12 يساوي سالب 6 في الطرف الأيسر وفي الطرف الأيمن الجذر التربعي لسالب ثمانية زائد 12 يساوي 4 إذن يساوي الجذر التربعي لأربعة زائد سالب ثمانية سالب 6 يساوي 2 زائد سالب 8 هذه المعادلة صحيحة وهذا يعني أن W يساوي سالب 4 حل صحيح للمعادلة الأصلية عودوا الآن عن W بسالب 6 في المعادلة الأصلية 6 زائد 3 ضرب سالب 6 يساوي الجذر التربعي لـ 2 ضرب سالب 6 زائد 12 زائد 2 ضرب سالب 6 3 ضرب سالب 6 يساوي سالب 18 2 ضرب سالب 6 يساوي سالب 12 سالب 12 زائد 12 يساوي 0 والجذر التربعي لـ 0 يساوي 0 و2 ضرب سالب 6 يساوي سالب 12 6 زائد سالب 18 يساوي سالب 12 يساوي 0 زائد سالب 12 ويساوي سالب 12 هذه المعادلة صحيحة أيضاً هذا يعني أن الحلين صحيحان ويحققان المعادلة الجذرية الأصلية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة